اشتركوا في القناة تؤكد لك أنها ستحدث دويا كبيرا جدا هادية لك كسلان ماذا؟ اين؟ إنها مفاجأة هذا مضحك جدا بالطبع مضحك هادية لك شكرا لك سنفر مازح مفاجأة سنفر مازح يوما ما سوف تدفع الثمن عجبا مازح مزعج جدا تلزمه سنفرة جيدة يقوم دوما بمسحاته الغبية مسحته الأخيرة أفسدت لأزهري وفشتاني ما كان هذا؟ ماذا؟ هذا أكل هذا وحش أين ضعب سنفر حين نحتاج إلي؟ هذا مخيف جدا من هذا؟ لو ترون مسحة السنفرة على وجوهكم مازح؟ أكم أكرهك يا مازح مضحك جدا مضحك جدا كيف ينام سنفور بوجودك يا مازح؟ لقد خفتم كثيرا لقد سنفرتكم هذه المرة سترى يوما ما يا سنفور مازح عجبا عجبا يا كسلان هذه السنفرة صارت ثقيلة بالكاذي أستطيع الأكل يا سنفور كسلان رجاء أن ضعب عدل جهد كلنا يعرف كم يحب بابا سنفور أن يزعجه أحد كسلان لا أحد يزعجني وأنا آمل انظر إلى الفوضى التي أحدثتها ستكون هذه أجمل مزحة سنفورية مهلا مهلا لعظة يا كسلان لقد سنفرت رائحة جيدة هذا سيكون أجمل مما ظلمت يا كول لما كنا أعرف أنك تطير انظر سنفور يسقط هذا أنت مجددا سنفور مازح؟ هذه المرة لقد تجوزت الحدود كان علي أن أسنفر قليلا قبل أعمالي اليومية يوما ما سينال مازح جزاءه لقد خدع كسلان أيضا اسمع أكول سوف نجح المازح يتذوق بعضا من مسحاته أجل فليتذوق الكثير والآن ماذا عن موسيقيا الجميلة؟ أولا كسلان ثم أكل بعد ذلك سنفورة يا لوم يوم رائع ها هو قادم حسنا ابدأ الضحك يا سنفوران هيا من المفترض أن تضحك كسلان؟ لا أنت شخير ما كل هذا الضحك؟ مرحبا ما المضحك في الأسفل؟ يجب أن نكتشف ماذا يفعلون عجبا أرى نورا أمامي مهلا ما هذا؟ ماذا يجري؟ مهلا ماذا تريد من أنت؟ مفاجأة مفاجأة لقد لنا منك هذه المرة آخر من الضحك كان أنت لا أجد هذا مضحكا على الإطلاق إنه مضحك بالنسبة إلينا مهلا 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 انت به سنافر ههو هالهول أرجوك يا مازح نحن لم نولد في الأمس هالهول ليس هنا أوه بل إنه هنا آه آه إنه هالهول أخرجوني من هنا أرأيتم لم أكن أمزح هذه المرة أعوينهم في ورطة يجب أن نساعدهم إنه يلحق بنا لنأمل أن يكون المخرج من هنا والآن ماذا؟ هل هو للشرير ليزال يلحقنا؟ إنه آب مهلاً انظروا قد يكون المخرج هيا بنا بسرعة بسرعة أولا لابد من أنهم دخلوا النافق علي الآن أن أبعد الهرة من هناك هيا هالهول سنفرني إن استطعت أيها الهرة الغبي يبدو لي هذا المكان مألوفاً نعم انظروا إلى القناني نحن في قصر شرشبيل صحيح يا كسلان إذا لنخرج من هنا لابد من أنهم في مكان ما هنا يا أقول سنفورة كسلان من الذي أشمه في منزلي؟ إنهم السنافر طبعاً واحد اثنان ثلاثة ادفعاه هالهول لا تفعل شيئاً ستندم عليه يا لها من وجبة غير متوقع إنهم السنافر الذين أكرههم شرشبيل أيها الشرير دعنا اتركنا سأفعل يا سنفورة سأفعل سأترككم في إناء الحساء وهالهول يا لها سنفر لم يعد هذا ممتعاً أبداً جميل منكم أن تحضروا وقت العمل عشائي أيها السنافر اللذيذون أنا ندهق أنا ندهق أنا ندهق سنفور آخر أضيفه إلى الحساء لابد أنه يوم السعدي أم انتظر شرشبيل انتظر؟ انتظر ماذا؟ اتفضل لقد أحضرت لك هدية خاصة آه هدية لأنا هذا لطف مينك أنت بخير يا مازح آه نعم استعدوا للتسلق والخروج وشرشبيل واقف هنا الوقت ليس مناسبا لمزاحك لكن مزاحي هذه المرة وقع على شرشبيل لنرى ماذا أحضر لي ذلك الصنفور الغبي هالهول آه كم أكرع السنافر يا هالهول على الأقل نزلنا سنتناول وجبة لذيذة حساها السنافر ذهبوا يا لهؤلاء المقرفين التعساء ما هذا هدية؟ موقيد مناسب صحيح لقد سنفرت بامتياز عربوا شبكتي نادية مملكتي للسنافر كان هذا رائعا فعلا آه كم أكرههم سأخذي على السنافر حتى لو كان هذا آخر شيء أفعله في حياتي قد يكون الآن وهكذا يا مفكر لمرة واحدة كان مزاح مازح مفيدا بالسال لقد أحرق شرشبيل ولكن هل الغاية تبرر الوسيلة؟ هل المزاح هو طريقة عمل السنافر؟ ربما وأقول ربما هناك وقت ومكان مناسبان لهذا النوع من المزاح يا مفكر هذا ليس مضحكاً النجدة سنفروا بحياتكم أسرع يا مفكر يكاد يقبض علينا لن تقلق يا غبي لن يتجرأ على عبور جدع الشجرة تكره الهررة أن تتملل كان موتنا وشي كان صحيح مفكر؟ أو بحق السنفرة عرفت تماماً ما العمل طوال الوقت يا مفكر ما هذا؟ بالطبع أنا زجاجة خريض ماذا كتب عليها؟ ماذا كتب عليها؟ واو جني وأنا وجدته أنت وجدتني؟ في الواقع يقع اللوم عليه أكثر هذا أنا الجني الخبيث من وجدكما أيها الغبيان كل مئة سنة أخرج من هذه الزجاجة وأمنح ثلاثة أمنيات ثلاثة أمنيات؟ لكن أولاً عليكما أن تحذر الكلمات العجيبة عجباً يا مفكر لا أعرف أي كلمات عجيبة أنت؟ طبعاً أعرف رازل دازل راندي داندي لا فريزل دازل؟ لا 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 كهذا وقتكما أن ينتهي عند غروب الشمس سأعود إلى الزجاجة لمئة سنة أخرى ما أو من دون أمنيات عجباً يا له من جني اللئيم لو كان جنياً بدأت أعتقد أنه شخص زائف زائف؟ المجدى المجدى أيها الجني اللئيم أنزلنا على الأرض؟ على الأرض؟ ولما لا؟ والله والله ولا أن أنا جني كثير للانشغال لذا إن لم تعرف الكلمات العجيبة خذاني إذا إلى شخص يعرفها حالاً بهدوء لا أسمع تغريط العصافير حاضر يا سيد الجني أخيراً أنهيت العمل على المصلات الخاصة بالسنافر لنختبره إنه يعمل أنظر يا هالهول سنفران و..وما هذا؟ جني؟ أمل أن يحجر بابا سنفر الكلمات العجيبة للجني أجل، عندها يمكننا أن نسنفر ثلاث أميات وكلها ستتحقق أميات تتحقق؟ لا، لا تتوقف الآن أيها المصلات أميات تتحقق أخبريني، أين بابا سنفر؟ ذهب بحثاً عن أعشاب نادرة سيعود بعد قليل هذا مؤسف سنافر منوني كلمات عجيبة لا أمنيات مجانية لا أمنيات مجانية؟ لا حاجة إلى الانزعاج يا سيد جني إليك حلوة خبستها الآن لنفسي يا لأ لطفك ولأريك روحي الرياضية سأتشاركها معك يا لروح الضعابة الرائعة التي تملكها ما فعله الشرير؟ إهدئي يا شقراء هناك الكثير للجميع حسناً، هذا يكفي أيها الجني اللعيم أريني قبضتك وقالت الكسنفور مهلاً، ماذا حصل؟ ها، كم أن الأتمة قوية لا لا خطأ، لا لا الكلمات العجيبة الكلمات العجيبة ليست هنا كتاب جدي جدي عن الجن لا بد من أن الكلمات العجيبة فيه وجدتها أيها الجني اللعيم نفذ هذه الكلمات بامبر نيكل بيكل آه، اه، تمنوا أيها السنافر سيكون للجني اللعيم السيد جديد قد لا تفيدونني كثيراً يا سنافر لكنكم بالتأكيد تضحكونني كثيراً يقد اكتفلنا منك أيها الجني اللعيم أمنيات أو لا أمنيات ارحل عن قريتنا أجل، قبل أن نرميك خارجاً لا، إنهم يمزحون لا يعنون ذلك حقاً لا أحد يرميني خارجاً أوه، حقاً؟ حسناً يا سنافر، هجوم مالذي يحصلها هنا؟ أوه، يا بابا سنفور، إنه الجني الجني اللئيم وقد طردنا من قريتنا جني صحيح لقد تعاملت مع الجن قبلا أنت أيها الجني كف عن السنفرة وتصرف جيدا وإلا رميناك خارج قريتنا وكيف ذلك أيها الجد؟ هل تعرف الكلمات العجيبة؟ الكلمات العجيبة؟ ما رأيك في بعض الطعام للتفكير؟ أيها الجني اللئيم أصلح ما فعلته حالا طبعا في الحال أصبح الآن كل شيء متناسقا أيها الجني اللئيم هل تسمعوني؟ لا أصدق ما أسمع أحدهم قد قال الكلمات العجيبة الهول مجحنا إنه حظ المبتدئين لكن بعد عشر دقائق ستغرب الشمس وسأعود إلى زجاجتي لنبدأ إذن أيها الجني اللئيم أتمنى الذهاب إلى قرية السنافر ليس إلى ذلك المكان المملي مجددا هل من أثر لشارشبيل يا قوي؟ ليس بعد يا سنفورة مفاجأ يا سنافر شارشبيل نهرب لا فائدة من العرب لن تهرب أبدا رموز عجيبة؟ تعويذ عجيبة؟ مساحيق عجيبة؟ جرعات عجيبة؟ بابا سنفور شارشبيل في القرية بحق السنافر أين هي تلك الكلمات السحرية؟ ياو أيها الصغار المقرفون أيها الجني اللئيم نعم سيدي أتمنى أن تعيد حالا السنافر الصغار إلى هنا أمنياتك أوامر أنا لم أعني هذا أيها الجني الدائم أتمنى الحصول على كل هؤلاء قبضت عليكم بابا سنفور نحن الوحيدان المتبقيان سنفر بحياتك أيها الجني أوقف هذين السنفورين لن أفعل حصلت على أمنياتك الثلاث ماذا؟ هل فعلت؟ أيها الجني اللئيم أنا آمرك أنا السيدك هم أنجوس فانجس؟ لا فلابر بلابر؟ لا أحسنت يا هلهول من يحتاج إلى جني عديم الفائدة؟ خليل أقول ذلك؟ مالرومبابول؟ لا مهلاً ها قد وجدتها بامبرنيكل بيكل الكلمات العجيبة بسرعة أيها الجني اللئيم أتمنى عليك أن تخلص الشرشبيل وهلهول إلى حجم السنفر هذه الأمنيات الأولى ليست سيئة عم أحسنت أجل هيا، نمسك بيه فلنمسك بيشار شابيل، هيا بابا سنفور إنهما يهربان لا تقلق لدينا أمنياتان يكاد الوقت أن ينتهي، أمامك فقط ثلاثون ثانية قبل الغروب أيها الجني اللئيم، أمرك بأن تلغي كل الخدأ التي فعلت اليوم هل علي ذلك فعلاً؟ يا جني حاضر سيدي النجدة، النجدة، النجدة ستدفعون الثمن يا سنافر، انتظروا فقط حسناً، كان الأمر مسلياً سنافر، لكن الوقت انتهى لذا مهلاً، أمامنا خمس ثوان قبل مغيم الشمس، ولدينا أمنية أخيرة أوه، حسناً، حسناً أيها الجني اللئيم، أنا أمرك بأن تبقى في زجاجتك حتى تكفى عن أعمالك الشريرة مهلاً، هذا ليس عدلاً، أحب أن أكون الأئيماً انظر يا غطبان، نجمة المساء يقال إن كل من يراها يحصل على أمنية أكره الأمنيات أوه لا يا غطبان علي إيجاد هؤلاء السنافر التعسائية الهول إيجادهم وتخليص الغابة من مخابئهم الصغيرة البائسة للمرة الأخيرة أوه 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 أو والآن سأجد مكان هؤلاء السنافر أريني أيتها الكرة البلورية العجيبة أين أستطيع إيجاد أدعس المخلوقات ما هذا؟ لا 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 عنيت السنافر آه هذه قريتهم ولكن أين هم؟ سنحوا الواية الفور سنحوا الواية الفور سنحوا الواية الفور سنحوا الواية الفور هاي أكره أعياد السنافر ليس الآن يا عقول أوه حالم تمنى أمني وانفخ الشموع هيا حالم أتمنى أتمنى أن أطيرها إلى عالم جديد لم يره يوما أي سنفور رأسا آه أنا أطير إلى عالم غريب جديد آه كنت لأسنفر أي شيء في كل العالم لأصبح رائد فضاء آه وجدتها آه والآن كل ما أحتج إليه هو هواه المسنفر و آه نجحت أنا أطير أنا أطير أنا أطير أنا أطير أنا آه أنا لا أطير لا أطير آه 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 كانت هذه رحلة قصيرة لكن كان هذا هبوطا رائعا آه آه أجل حسنا تابعوا الضحك لأنني يوما ما سأطير إلى النجوم آه آه تعويذة لجعل المكنس تطير دعوا المكنس على الأرض لتواجه الشرق ثم قولوا بصوت عال وواضح ويتشي كوتشي سموتشي سنفور آه ماذا أوقف هذه المكنس ده آه 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 رحلة مسانفرة أخرى صحيح يا حالم وهبوط مسانفر آخر انتظروا فقط وسترون سأطير إلى النجوم يوما ما أعتقد يمكنني سنع جناحين لا لا هذا لن ينجح أيضا عجبا عجبا إن أكملت هكذا فلن أصل أبدا إلى النجوم دم 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 حالم أو لا ما بك يا حالم هل جننت هل هو السيء الرهيب كد يحولك إلى وجبة غداء لا هل هو أين هو أخبرني هل أنت بخير تبدو لي شاحبا قليلا ما بك أمنيات المسانفرة للطيران إلى النجوم لن تتحقق أبدا لن أطير أبدا إلى النجوم أبدا 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 أوه أتمنى لو يمكنني مساعدتك حالا ما هذا وجدتها يا سنفورة سأبني مركبة تسنفرني إلى النجوم مركبة فضائية اقتربنا منهم يا هل هو أشعر بذلك كاد السنفر أن يصبحوا لي هل هو هل هو كرة البلورية أه يا هل هو يا كرة البلورية أنت بيأمان بيأمان ابدأ العزف يا منسجم عفوا استمعوا إلي استمعوا إلي هذا ذير هذا إعلان للسنافر يعلن سنفور رائد الفضاء الكشف عن مركبته الفضائية الجديدة والكل مدعو لمشاهدة أمنياته السنفورية تتحقق عندما سينطلق نحو النجوم عفوا إذن ما رأيك يا بابا سنفور في الواقع إنها مركبة فضائية مسنفرة جدا يا سنفور رائد الفضاء لكن كيف تعمل بقوة الدوسات يا بابا سنفور لأن الدوسات تدير المروحة التي بدورها ترفع المركبة إلى الفضاء وتسنفرني إلى النجوم بالعجلة الندامة أرجح أن الأمر لن ينجح أبدا 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 لا تقل هذا أبدا يا مذكر الشرير حظا موفقا يا سنفور رائد الفضاء رحلة آمنة إلى اللقاء عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد انطلاق أجل هذه نسمة جميلة أجل هذه حقا مهلا اللحظة أنا أكره النصيم الجميل أسرى 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 أرأيتم كنت محقا كنت محقا كنت محقا كنت محقا يا لحالم المسكين فطر قلبه الأزرق الصغير سنفور رائد الفضاء كان تموحا جدا ولن يسعد أبدا ما لم يتمكن من الطيران إلى النجوم لكن للأسف هذا لن يحصل أبدا كانت هذه أمنيات عيدي ميلاده آه نعم وكل أمنيات أعياد الميلاد تتحقق أليس كذلك بابا سنفور؟ كانت أمنيات السنافر تتحقق لطالما تذكرت ذلك وكان هذا منذ خمسمائة وثلاثة وأربعين سنة بابا سنفور علينا القيام بشيء لجعل أمنياتي تتحقق صحيح يا سنفورة ولدي فكرة يمكن أن تنجح تعتقد حقا أن مركبتي ستقلع الآن؟ السنفور شاطر تحقق منها وأصلح كل الشوائب فيها أيمكنني أن أسنفر طائرا إلى النجوم حالا؟ نعم لكن عليك أولا شرب جرعة التوتي هذه المميزة التي ستعطيك القوة لرحلتك الطويلة دارة المروحة بسرعة أطلقوا الدخان وابدأوا هز هذه المركبة أخبرني يا غبي أين كنت عندما أعطوك عقلك؟ أين كنت؟ غريب لا أعرف ربما كنت معك مفكر أكره الدخان مركبتي تتحرك سأنطلق مسنفرا أنا في طريقي إلى النجوم ماذا حصل؟ أشعر بالكثير من النعاز لا بد أن الارتفاع هو السبب يجب أن لقد توقفت نجح مفعول جرعة التوت بسرعة لنخرج سنفور رائض الفضاء من المركبة ولنفككها لقد فككنا كل أجزاء المركبة الفضائية ماذا سنفعل بهذه القطع؟ غدا سنأخذها إلى مكان سري مكان وحدي أنا أعرفه أوه يا لحظي المسنفر أحب الأماكن السرية كثيرا علينا أن نضيف أربع حبوب من نبتة الحلاب مع عصير نباتي ليبروح المغلي والآن لنجربها أوه نجحت الوصف لو يراني السنافر الآن ها 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 ه بحيكاً، كم من المسافة بعد يا بابا سنفور؟ ليس كثيراً أما زال المكان بعيداً يا بابا سنفور؟ نعم، إنه بعيد لكن هذا مجرد بركان بابا سنفور ولطالما قلت إن البراكين تطلق النار والدخان وكل الأشياء الرهيبة والقادرة صحيح، صحيح، لكن هذا البركان منطفئ آه، بالطبع، هذا منطفئ هيا بنا لنكمل طريقنا الآن، أمامنا الكثير من العمل هيا، تبعوا العمل عمل، 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 أنا أكره العمل هؤلاء السنافر التعساء المقرفون مروا من هنا يا هلؤول هذه أثار أقدامهم هيا بنا لقد أصبحوا في قبضتنا ها 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 ه أعولك إلى وسادة صغيرة لما علينا تشغيل رؤوسنا بينما ينام السنفور رائد الفضاء هذا من أجل السنافر انتظري يا غضبان هل تعرف ما هو أخضر أحمر وأصفر مع عيناني كبيرتين وأسنان طويلة لا ماذا لا أعرف أيضا لكنه يسهف على قبعتك يا أنا أكره الحشرات أريني أيتها الكرة البلورية أين أكره المخلوقات على الإطلاق إذن إنهم داخل البركان القديم وهو ليس بعيدا عن هنا هذا المكان مناسب لأضع فيه حدا لحياتهم البائسة عندما سيستيقظ سنفور رائد الفضاء سيعتقد أنه على كوكب آخر لهذا السبب سنفرت هذا الشراب العجيب الذي سيحولنا كلنا إلى السوافر السوافر؟ ما هو السوفور يا بابا سنفور؟ سأريك يا غبي هذا سوفور وأنا الجد سوفور أين أنا؟ أوه أنا على كوكب آخر هذا سنفري رائع ها قد وصل يا غبي؟ نعم أنظر إليه يعتقد حقا أنه على كوكب آخر هاجل عجبا كم أنه غبي أتسأل أين كان عندما أعطوه حبوب الفوجل ليس حبوب الفوجل بل العقل يا غبي صحيح هذا ما عنيته فوجل العقل الشيء ذاته أتسأل إن كان أحد يعيش هنا أعتقد أن هذا هو الجواب عن سؤالي تياح أنا صديق أتيت في مركبة كبيرة روم بوم روم بوم تعرب إلى الجد سوفور ملك كل السوافر مهلا هل يمكنك أن أزع سروالي أولا؟ من أين تأتي؟ من كوكب يدعى الأرض يا جد سوفور أنت صديق أم عدو؟ أنا صديق كبير صديق كبير سنقيم اجتماعا للمجلس لدرس هذه القضية ابقى هنا أتسأل ما الذي سيفعلونه بي؟ أه أعتذر كدنا عن نصل يا هلهول كدنا عن نصل إنه شرشبيل فلنخبر بابا سنفور أجل وصى يغضب كثيرا يا سوفور لقد اتخذنا قرارا قررنا أنك صديق لنا أهلا بك إلى كوكب السوافر شكرا لك يا جد سوفور حضروا ولمة لتكريم سنفور رائد الفضاء هذا حقا رائع يا جد سوفور أنا أقضي وقتا رائعا جدا نم باكرا تحتاج إلى الكثير من القوى للسفر إلى كوكبك غدا لكنني لن أسافر أبدا إلى الأرض أريد البقاء هنا إلى الأبد إلى الأبد؟ ولكن عليك الرحيل يا جد سنفور أي؟ يا حراس خذوا سنفور رائض الفضاء إلى الكوخ وراقبوه جيدا سر شبيل هنا يجب أن لا يراه سنفور رائض الفضاء وإلا فسيعرف أنه على الأرض لكن ما يخيفني أن سنفور رائض الفضاء أحب هذا الكوكب كثيرا ويريد البقاء هنا إلى الأبد علي التفكير في خطة أعرف أنهم في مكان قريب يا هلهول أستطيع شم رائحتهم والشعور بهم لنرى ما هذا؟ هؤلاء ليسوا السنافر لا أعرف كيف وجد ناشر شبيل لكنني أعتقد أنه سوف يصاب بالبرد كرة البلورية لقد دمرت والآن لن أجد السنافر أبدا هذا مؤسف فعلا لقد احترقت تماما وأنا مبلول بالكامل وقد انكسرت كرة البلورية أشعر بأن بابا سنفور وراء كل هذا هلهول ابتعد عن وجهي يا كرة الفرو القذرة لنرحل من هنا والآن لتصبح سوفورا عليك إظهار الشجاعة والمهارة حسناً لكن ماذا علي أن أسنفر بعد جعلك تدور بسرعة عليك رمي هذا الرمح في الهدف مباشرة أي مركز هدف لا يمكنني أن أرى شيئاً؟ هذه طريقاتنا الخاصة لقد نجحت لقد نجحت جاهزوا لاختبار العمود المزيئت وكاختبار ثاني عليك يا سنفور رائد الفضاء تسلق العمود تسلقت أعلى من هذا في حياتي أمامه الملايين من السنين قبل أن يتمكن من تسلق العمود أجل هذا صحيح الملايين من السنين أما أكره العمود المزيئة ها قد وصلت هذا سهل جداً ماذا؟ هذا العمود ليس مزيئة أصلاً ليس مزيئة؟ يا غبي فكرته في أن أكل سيقوم بذلك أجل فكرت في ذلك أنا أعتقدت أن غضبان زيت العمود كسلاً كان سيفعل ذلك عليك الآن اجتياز البحيرة سباحة حسناً أنا سباح ماهر وأنت تحمل هذه الصخرة هذه الصخرة؟ آه لا لكن هذا مسنفر ومستحيل يا للأسف أوه مهلاً تبدين مألوفة لم أرك في مكان ما من قبل؟ من أنا يا سيد العزيز؟ لا أنا فقط أنتما تضع عن الوقت لتصبح سوفوراً عليك اجتياز البحيرة حاملاً صخرة أوه هذا سيكون سهلاً جداً هل هذه مسحة ما؟ أوه انظروا إلى الصخرة طعوم غريب حجر الخفاف هناك اختبار أخير بعد بانتظارك أنا مستعد عليك أن تعيش حياة السوافرة القاسية عليك طهو الأطعمة وغسل الأطباق والتكنيس والتنظيف والفرق وعليك أن ترك احتراماً أمام كل سوفور تلتقي به وأن تقبل قدميه الجميلتين ولكن وعليك أن تأكل الأعشاب البرية ولا يمكنك أن تغني مهما كنت سعيداً ولا وجود للأعياد بما في ذلك عيد السوافر أو عيد السوفور عليك إذن الخيام بكل هذه الأشياء لتصبح سوفوراً آه بعد إعادة التفكير ربما من الأفضل لي أن أسنفر عائداً إلى الأرض آه آه ما الذي يحصل؟ أشعر بنعاس كبير عجباً آه آه يجب أن لقد نام نجح مفعول جرعة التوت العجيب مجدداً يجب أن نبدأ السنفرة أوه رائع لا شيء أفضل من السنفر لا شيء في العالم أنا أقله هذا كم المسافة بعد يا بابا سنفور؟ آه سنفروا أين أنا؟ يحيى السنفور رائع الفضاء ألاتد تشجيعات لرائع الفضاء آه 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 غدت إلى موطني غدت إلى موطني كان الأمر مسنفراً جداً يا بابا سنفور زرت كوكباً يعيش عليه السوافر السوافر؟ لم أسمع بهم أبداً أرادوا مني البقاء لكنني شعرت بالحنين إلا الوطن لذا عد أنت لا تفكر في الرحيل من جديد صحيح؟ في الواقع فكرت السفري إلى كواكب أخرى رائعة لكنني لن أسعد أبداً بقدر معنا سعيد هنا لا مكان كالمنزل آه 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 أوه دعونا نسنفر بعض المفرقات أنا أكره المفرقات أو ربما حفل راقص مع فرقة موسيقية وما شابه أنا أكره ما شابه لا مفرقات لا حفل لا مهرجان ماذا تريد أن تفعل في عيد السنافر أنا أكره عيد السنافر كلنا يعرف أن غطبان نزق في بعض الأحيان لكن يبدو أن له قلبا من حجر عرفت سنسنفر قالبا كبيرا من الحلوة ولكن لم لم أفكر في ذلك هذا بعض الطحين أحضرت الحليب انتبهوها قد أتيت بالعسل دعونا نرى الطحين الحليب؟ غبي يحضر العسل أوه لكن لقد نفد من البيض يهو انظر يا هلهول هذا آخر اختراعاتي إنها بيضة عجيبة سأضعها هنا لتبرد ثم عندما أترك على بيضتي العجيبة مرة سيتحقق أي شيء أقوله أو أطلبه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يم 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 باجوك يحب الأطيب باجوك يحب البيض إنها ساخنة سأكلها فيما بعد لا لقد أخذ بيضتي العجيبة هيا يجب أن نستعيدها باجوك سيأخذ قيلولة وبعد ذلك سيأكل البيضة سمعت صوته هلول هيا ذلك الأحمق الكبير أغبى من إلى أين تأخذ بيضتي يا شرشبيل إلى أين؟ النجدة هلول أوقف البيضة البيضة تذهب بعيدا أوه عجبان أنا لا أسنفر البيضة في أي مكان لكن بابا سانفور يقول إنه لا يمكننا خبز قالب من دون بيض لابد من وجود بيضة في المكان يقول بابا سانفور ما هذا؟ أوه لابد من أنها بيضة أوه يا لها من بيضة يمكننا أن نسنفر قوانب الحلوى بواسطة هذه البيضة أكره البيض أين بيضتي؟ باجوق يريد البيضة إنه باجوق أوه إنه ضخم ومخيف جدا هيا بينا هيا بينا باجوق يريد البيضة أوه يا لستنفر باجوق آتن باجوق جاء باجوق جاء يريد البيضة يبدو أنه رحل يا سنفر دعونا شرشبيل شرشبيل لابد من أن البيضة موجودة هنا هلهول أين بيضة باجوق؟ أريد بيضة حالا فالمرحل من هنا هلهول هل رحلوا؟ أجل هيا نسنفر هذه البيضة إلى القرية أوه أخاف من أن يعود شرشبيل الشرير وباجوق أيضا أوه أنقروا على السنفوء يا لاتنا نصل إلى القرية كيف ظهرتم هنا؟ الذي حصل كيف ظهرتم؟ صحيح كيف وصلنا إلى هنا؟ عدتم بهذه السرعة؟ يا لستنفرة أين وجدتم تلك البيضة الضخمة؟ لا أعرف لقد تدحرجت على التلة ثم وجدنا نشره هنا مرابي البيضة هدوء لنخبز خالبا من الحلوة سنفروا لي مرعقة تفضل يا بابا سنفور هذه البيضة قاسية أي نوع من البيض هي؟ دعني أكسرها بابا سنفور سأكسر تلك البيضة وإلا أصبح قطعتنا قانق النجدة أنا نقانق أنا نقانق قال شيئا ما ثم نقر البيضة وبعد ذلك وجدتها هذه البيضة بيضة عجيبة إنها بيضة عجيبة أريد أن أجرب أنا أولا كثير عن البيضة العجيبة لا 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 أنا أنا أولا أتمنى لو كنت ثريا ليتني زهرية اللون وتغطيني أزهار زرقاء أريد برميلا خشبيا كبيرا من العصير أريد أن أكون أفضل عازف بوق في العالم أريد أن أكون مثل بابا سنفور أنا أريد أن أكون كبابا سنفور لا بل أنا أريد أن أكون كبابا سنفور يا للسنفرة سأضع حدا لهذه السخافة هذا ليس عدلا لقد تحولت إلى بابا سنفور قبلك أنا تحولت قبلك أنا الأكثر سنفرة وأنا بابا سنفور ماذا يجري؟ إذا كنتم أنا فهل أكون أنا قردا؟ حان دوري يا كسلان لا ليس صحيحا أنت سنفور ذو وجه قبيح كالغول أو لا لقد أفسدت لي وجهي الجميل أنت سنفور مغط بالشعر ولديك أذنان كبيرتان وظنب طويل يا لها من ورطة سنفورية تلك البغدة العجيبة تجعل سنافر أنانيين ويرفضون الاستماع إلي يجب أن أتخلص منها قبل أن تحولنا جميعا إلى قرود دعونا نخبئ البيضة ونتناوب على تحقيق أمنيتنا الخاصة أجل سوف نحتفظ بها لأنفسنا لقد اختفت هناك طريقة أخرى لمعالجة الموضوع مرحبا يا بابا سنفور وبابا سنفور وأنت أيضا يا بابا سنفور ماذا تفعل في الواحل يا غبي؟ أنت أكبر سنفور أحمق في العالم كله ماذا حصل لي؟ أو سنفروا بحياتكم ماذا يجري يا سنفور؟ كيف أصبحت صغيرة هكذا؟ آآ بابا سنفور بابا سنفور تريع خمودات تريع خمودات لابد من أنه هنا بابا سنفور آآ يا ويلي أنت لست بابا سنفور ما الذي تفعله هنا؟ قل لي بابا سنفور لن يجبه وجودك هنا هيا ارحل هيا اتعد من هنا هيا هيا إلى الخارج هيا 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 بيضة باجوك باجوك أصبح باجوك سعيدا الآن أعاد له السنافر البيضة انزل من عندك أيها القرد الصخيف فسوف يعود بابا سنفور في أي لحظة والآن خلاصة أحبك السنافر انتظر حتى يعرف بابا سنفور بهذا بسرعة يا سنفور علينا أن نجد تلك البيضة قبل أن تسنفر المزيد من الأضرار لابد أن البيضة في مكان هنا هلول لا تابع للأمر لقد وجدتها أوه مرحبا بابا سنفور أوه مرحبا بابا سنفور اليوم بيوم المسنفر صحيح؟ والآن أين هي تلك البيضة العجيبة؟ هناك يا بابا سنفور سوف نوريك هيا بنا هيا بنا أسرع لنذهب هلول بيضة العجيبة وأخيرا والآن أستطيع محو أولئك السنافر المزعجين عن الأرض وإلى الأبد ماذا سنفعل الآن هلول؟ ما رأيك في طبق من السنافر؟ أنا أريد سنفورين على الطبق ما هذا؟ لقد طلبت السنافر وليس نحيلين المقرفين من النحيل؟ ومن المقرف؟ أيها البيضة أريد أكبر وأسمنة لا 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 أريد أكبر وأضخم سنفور على الإطلاق هل لا يخبرني سنفور بما يجري هنا؟ أوه أنجو بحياتك مرحبا يا بابا سنفور كم أتمنى لو لا تسنفر كلمة يا غبي أيها البيضة العجيبة؟ أتمنى أن يعود كل شيء إلى طبيعته والآن بعد كل ما شاهدته اليوم لم يتبقى سوى أمنية واحدة لا غير أوه عجبا أمنية عجيبة أخرى لأنكم تصرفتم جميعا بأنانية وسخافة بعكس طبيعة السنافر أتمنى لو تختفي هذه البيضة العجيبة وأن لا تسنفر مجددا حسنا أنا مسرور لأن كل شيء انتهى مع كعكة أو لا كعكة كان عيد سنافر لا ينسى أبدا انظروا ماذا وجد أليست مسنفرة آه لا الآن يمكننا الحصول على مزيد من الأمنيات بيضة أخرى أنا الأول وأنا أريده خدعتكم جميعا ها انظروا إلى سنافر الصغار يعملون مرة في السنة يزهر توت النشاط الأخضر الكثير العصارة والقطع فليوم أوه أنا أحب توت النشاط ألا تحبه مغلور؟ بصراحة سنفرة يتضارب اللون الأخضر مع عيني يوم 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 لو كان عندي المزيد من الأياد أكل كل ما تحتاج إليه هو المزيد من العضلات أرأيت؟ آه يا للهول هذا مشوق فعلا أليس كذلك؟ آه تحقق أكثر أحلامي غرابة حبة توتن أملاقة أنا رأيتها أولا إنها لي إنها لي لي أنا آه 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 أنزلني آه 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 حولته عجوز شريرة إلى ضفضع وهو مذاك الحين يجول في الغابة يبحث عن علاج لتزداد الأمور سوءا ستبقى التعويذة إلى الأبد بعد ثلاثة أيام واليوم هو؟ اليوم الثالث تعال يا صديقي يجب أن نذهب إلى وادي الفطر السام لتحضير مادة طبية نادرة من التحالب عندها تعود أميرا مجددا سنفر القرية جيدا أثناء غيابي إلى لقاء إلى لقاء يا دفدع بابا سنفور ذاك يمكنه أن يحل أي مشكلة اسمعوا آخر من يصل إلى القرية سنفور عفن أو ليتني كنت بابا سنفور لغيرت الكثير من السنافر لشفيت قوي من فجاجته وغبي من غبوته لجعلت كل سنفور كاملا مثل أنا وجدتها هذا تماما ما سأفعله بغياب بابا سنفور سوف أستعمل مختبره حين يعود بابا سنفور ويكتشف مفاعل سيجعل مني بطلا الآن سأضيف القليل من سفوق العشبة البرية وأنتهي يا للسنفرة إنه فارغ حسنا سوف أستعمل القليل من هذا بدلا منه أو مؤصف فعلا أن ينفد من عندنا هذا المسحوق أنا متأكد أن عند شرشبيل الكثير منه لكن لا يمكنني استعارة القليل أو يمكنني ذلك إلى هنا إلى هنا أطلع لي أنا أوه مرر المليل أنت دائما تعترض طريقي أوه أوه آسف مفكر دعني أساعدك هؤلاء السنافر لن يتغيروا إلا إذا غيرتهم أنا الواجب ينادي وأنا مفكر يجب أن ألب النداء حتى لو عنا ذلك الذهاب إلى منزلي شرشبيل سوف أخذ عليكم أيها السنة في الاستغار عرفت أن عنده الكثير من الأشبة البرية سوف أخذ عليكم أيها السنافر الصغار سوف أخذ عليكم أيها السنافر الصغار سوف أفعل نعم سأخذ عليكم سوف أخذ عليكم سوف أخذ عليكم حتما سوف أخذ عليكم حتما ماذا؟ أشتم رائحة السنافر ماذا؟ أشتم رائحة السنافر ماذا؟ ماذا؟ عزيزي شرشبيل احتجت إلى القليل من العشبة البرية لأشفي السنافر أه؟ تركت لك مقابل ما أخذت توت السنافر التوقيع السنفور مفكر توت السنافر؟ أه؟ 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 ترك ذلك السارك أثراً صغيراً يا لحظنا سيقودنا هذا إلى قرية السنافر أه؟ هه؟ يشبه الأمر السقوط عن جزء شجرة لا لا سيدفع السنافر الثمن غالياً جداً تعرف شيء عن هالهول؟ الفرق بيننا وبين السنافر أننا نستعمل عقلنا انتبه إلى خطواتك يترك السنافر آثاراً خادعة لن يستطيع نبات السماق إخفاءه السماق لكن لدي حساسية من السماق لا يمكن أن تكون قرية السنافر أرعدة بكثير لا يمكن ذلك لا يمكن ذلك كدنا عاواماً كدنا عاواماً أشعر بذلك غيره معقول لقد هرب أنا أكره السنافر أنا أكرههم أكرههم مهلاً مهلاً، إن لم تكفه الكمية فسيحتاج إلى المزيد وهذا يعني أن ذلك الصنفور الصارق الصغير سيعود تعال هالهول لدي خطة إذا كان السنافر بحاجة إلى لعنة فسيحصلون عليها هذا سيشوي لهم كل شيء بما في ذلك التنفس أنا شرير ولئيم أحب تعذيب الآخرين لسيما السنافر الصغير لن يهربوا من براثنها الهول سوف يندمون وإلى طيور صغيرة يتحولون أنا عاجوز لئيم شرير الأكثر شراً في هذا العالم أنا شرير ولئيم سأجعل السنافر يمراضون يسهلون ينرؤون وبقوة يبقون ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مع العلاج وإلى طيور صغيرة سوف يتحولون أنا لئين شرين أنا الأكثر شرا في هذا العالم أنا شرين ولئين أحب تعذيب الآخرين لسيما سنافر الصغار هاي مفكر ماذا لديك في الحقيبة المضحكة؟ العلاج الوحيد لكل مشاكلكم أترون؟ سيشعر بابا سنفور بالفخر لما أنا على وشك فعله لجنس السنافر لكن مفكر لا شيء فيها ها؟ هيا استمروا في الضحك سأثبت مدى روعديك سنفور انتظروا وسترون ها قد جاء هالول ها قد جاء عرفت أنه زيفا حان وقت ناهم غلاج للأمراض كلها؟ هذا أفضل من طن من تلك العشبة البرية الكريهة لكن رائحتها أبشع بكثير حسناً من سيكون الأول؟ ملعقة واحدة من علاج مفكر وستشعرون بأنكم سنافروا جدد لكنني لم أشعر بحال أفضل في حياتي وأنا لم أشم شيئاً أبشع من هذا في حياتي أجل، يمكنك أن تحتفظ به مفكر؟ لا، لا يريد أنه مقرف جداً عجباً أقول، تبدو جعانا جداً أجل حسناً، لماذا لا تقرع الجرس وأنا أحرك لك الحساء؟ حقاً، شكراً مفكر سيشكرونني على هذا الحساء الجاهز، سنفروا إلى هنا هاي، اتركوا لي القليل سوف يشكرونني على هذا أوه، فجأة لم أعد أشعر بأنني بخير أجل، أنا أيضاً سنفورة أقفيا على سنفورة السنافر ماذا فاعلت؟ كفا، توقفوا، أنتم تشبهون مجموعة من الطيور أظن أن الطيور على أشكالها تقع أوه لو كان بابا سنفور موجودا لكنه لو كان موجودا لم سمحني أبدا يا لسنفرتي لا أحد ألجو إليه باستثنائي شر شبيل من طرق الباب؟ سنفور ابقى خارجا أنت مريض رحل من هنا أنا لست مريضا أنا مفكر وأنا أحتاج إلى مساعدتك مساعدتي أنا؟ إنه يهديها له لابد أن المرض أثر في عقله أو أعرف أنهما كان علي استعمال هذا العلاج لكنني كنت يائسا والآن السنافر كلهم مرضى فقط مرضى؟ أمر غريب ربما الجرعة لم تكن قوية كفاية لا أوه يا لك من صنفور مسكين تفضل تفضل سأرى ماذا يمكن أن أفعل من أجلك قد يكون لدي جرعة تشفي السنافر أوه هذا رائع هذا لكن بشرط واحد لن تنفع إلا إذا كنت هناك وأشرفت عليها شخصيا ستأتي أنت إلى القرية؟ ما كنت لأسمح بهذا أبدا حسنا إذا إلى اللقاء وحاول أن تجعل من الساعات الأخيرة للسنافر أكثر راحة مهلاً مهلاً إذا أخذتك إلى القرية هل تعيدني بعدم ارتكاب أي سوء؟ مفكر قد أقوم ببعض الأعمال الشريرة من وقت إلى آخر حتى أنا لا أستطيع فعل شيء بصنفور مريض ولأثبت هذا سأضع عصابة على عيني وهكذا سيبقى موقع قريتكم سراً حسناً حسناً اتفقنا آمل أن لا يراني أحد من أصدقائي ولكنني في النهاية سأحصل على كل ما أستحق بجدارة أ مازالت القرية بعيدة؟ ليس كثيراً هل هو الإنهض عني في الحال؟ أما زالت القرية بعيدة؟ لا سنسلق طريقاً مختصرة عبر نبات السماق السماق؟ لكنني أعاني حساسية تجاه السماق أما زالت القرية بعيدة؟ لا تقع بعد هذه البركة لقد وصلنا يا لفرحات لأني مازلت حياً أترى؟ يظنون أنفسهم طيوراً لا ليس طيوراً بل أشبه بهدف سهل لا ليس طيوراً لكنك معدني في أنك ستحسن التصرف كان إصبعايا معقودين كان إصبعايا يا عديم التفكير النجدة النجدة بابا صنفور النجدة بابا صنفور تعالي إلى شرشبيل أيها العصافير الصغيرة تعالي إلى العجوز شرشبيل النجدة بابا صنفور أين أنت بابا صنفور النجدة بابا صنفور لم أجرب هذه الخلطة منذ مئات السنين أبقي إصبعي كمعقودين أنا آسف صنفرك دابراس صنفرك زان فليتحول هذا الدفع إلى أمير مجددا مجددا كما كنت أقول دوما إن لم تنجح المحاولة الأولى سنسنفر مجددا في القوى العجيبة أستودع قدرا فقريبا جدا سوف تعود إلى طبيعتك كما كنت أقول دوما إذا لم تنجح المحاولة الأولى سنسنفر مجددا نسنفر مجددا ومجددا النجدة بابا صنفور مفكر ما الخطف بابا صنفور هذا غريب هذا رهيب هذا لا بأس يا مفكر هذا هو الأمير الذي كان ضفضعا وإذا كان هناك من طريقة أرد لكم فيها الخدمة هناك طريقة آخر الشرشبيل من قريتنا شرشبيل؟ سوف أساوي الأمر في أي اتجاه تقع القرية؟ إلى الأمام يا أمير لن تحرموا مني الآن أيها السنافر ما الذي؟ أترك هؤلاء السنافر أبدا أرقدها الأول توقف أيها الشرير لا لا ابقى بعيدا عني استعدا يا مفكر إنه قادم سنافري أضعت سنافري أبقل كيسة مفتوحة مفكر في حالته هذه لن يعضها الهول ولكن هل سينقل؟ يجب أن أجد السنافر لن أرحل فارغ اليدين ها هم حسنا أنا ذائب ولا تأتي إلى هنا مرة أخرى سمعتني على الأقل حصلت على البعض منكم وبعد قليل لن تقلقوا بشأن صحتكم العول ابتعد عني أنت مريض أنت مريض مريض لما أنا؟ لما أنا؟ اسبروا قليلا يا سنافري كنت أنتهي من تحضير العلاج أنا آسف لأنني سببت هذه المشاكل وبصنفور لكن أردت أن أحل المشاكل كما تفعل أنت تماماً لا يمكنك أن تصبح أي شيء بين ليلة وضحاها يتطلب الأمر الكثير من الوقت لتسنفر الأمور جيداً حسناً لا يعيدكم هذا إلى حالتكم الطبيعية بسرعة فائقة عدت أزرق مجدداً أشعر بالصنفرة أشعر بالصنفور في أجواء الاحتفال هذه دعونا نتذكر من هم أقل مننا حظاً في هذه القصيدة إلى شرشبيل وهلهول نأسف إن كنتما فعلاً مريضين نتمنى لكما الشفاء العاجل واستمتعا بتناول الدواء القاتل لا 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 ريكببب لا 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 ارجوك 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 شو؟ زنفور كاسلان ماذا؟ ماذا؟ هل انتهينا قوي؟ لانه انفعلنا يجب ان انام اسمع فلاح حاول ان تجد لهذا السنفور الكاسلان الذي لا جدوى منه عملا ما ميحبا فلاح ابدأ جمع الجوز كاسلان في هذه الاثناء سأكون انا في الحاقل عمل 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 هل سينتهي يوم ما؟ سينفور كاسلان ينام دوما خلال العمل سينفور كاسلان اعد غسيلي الى هنا هذا مسنفور جدا لا يمكننا ان ننام هنا القليل من هذا والكثير من ذاك مفكر يجب ان اذهب قليلا وانا اثق بانك لن تحرق لي الجرعة اوه يمكنك الاعتماد علي لا عمل صعبا على السنفور مفكر ما من مهمة خطرة الا و اتبه فقط للجرعة مفكر مراقبة الجرعة تحتاج الى الكثير من التركيز فهأنا هنا اوه كيف يمكنني ان اركز مع هذا الصوت؟ اوه كيف يمكنني ان اركز مع هذا الصوت؟ سينفور كاسلان ما 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 نداني؟ انت تغفو دائما لن تتقدم بهذه الطريقة انا مثلا اراقب جرعة بابا سنفور لاتأكد من انها لن لن تحترق اوه لا الحمد لله ان بابا سنفور لم يرى هذا او 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 انا آسف بابا سنفور لست المغطئ كاسلان كان يشغل لا تهمني الاعذار لقد حرقت اوراق الدردار الاخيرة المتبقية عندي الآن علي إحضار المزيد وأنا سأساعدك لا شكراً مفكر ساعدتني بما يكفي يا سنافر الصغار سأذهب إلى مستنقع السنافر لأجمع أوراق الدردار تجنب المشاكل خلال غيابي سنفعل ما بصنفور أعرف جيداً كيف أتجنب المشاكل سأخذ قيلولة طويلة ما رأيكم بصنفور كسلان؟ بينما نعمل نحن هو ينام أجل وهو يسبب المشاكل أنا أقره المشاكل ما رأيكم لو نلقن سنفور كسلان درساً لن ينساه اسمعوا نعم حسنا حسنا أولاً علينا أن نفعلها يا لها من قيلولة أظن أن وقت العشاء قطحان يا للفوضى أين جميع السنافر؟ سنفورة سنفورة ماذا يجري هنا؟ سنفورة ماذا حدث لكي؟ من أنت؟ أنا أنا سنفور كسلان لا لا مستحيل سنفور كسلان اختفى منذ أكثر من ثلاثمائة سنة ثلاثمائة سنة؟ قيلة طويلة من هذا الشاب سنفورة؟ هذا سنفور كسلان أين كنت طوال هذه السنوات كسلان؟ نائماً على ما أظن؟ تفضل كسلان هدية عودتك أظن أنها قديمة جداً لتعمل؟ أجل قديمة مثلنا لهذا نحن سعداء بعودتك أجل ستقوم عنا بالأعمال التي لم يعد بإمكاننا القيام بها مثل تقطيع الخشب والعمل في الحاقن وتحضير الكثير من الحلوة لا يمكنني القيام بكل هذا؟ أين بابا سنفور؟ بابا سنفور؟ أوه ألم نخبرك؟ بابا سنفور مات أوه كم من هذا فضيع لكن لا تقلقوا يا سنافر أنا سأساعدكم أوه شكراً كسلان أجل شكراً أهلاً بكم على ما أظن هذه هي الحياة صحيح يا شاطر؟ أوه أجل أوه كسلان هل يمكنك تحضير لي شراباً آخر؟ نعم أنا قادم قوي بما أنك هنا كسلان هل يمكنك أن تقلب لي الصفحة؟ إنها ثقيلة جداً وأحضر لي قطعة فطيرة أخرى ظهري يؤلمني كما تعلم ونظب لي مرآتي وكنس أرض منزلي واشحذ معولي وأحضر لي كتاباً آخر وأصلح هذه العجلة لو كنت أعرف أنني سأسنفر على هذا النحو لنمت لمئة عام أخرى لا يمكن أن أحتمل هذا لو أن بابا سنفر ما زال هنا لكان استعمل تعويضة لإصلاح كل شيء طبعاً وجدتها لي نرى تعويضة للشباب صغير أصغر الأصغر ممتاز لو يمكنني أن أبقى مستيقظاً أنا متعب جداً لا إن لمعد السنفر إلى طبيعتهم لن أرتاح أبداً سأقوم الآن بإضافة المكوين الأخير آمل أن يعمل أنا متعب جداً لقد نجاحت لقد نجاحت في الوقت المناسب أنا شاء عين الصحر عين الصحر عين الصحر أيضاً أين هو فطورنا؟ كسلان تفضلوا يا سنافر لا أعرف ما هذا لكن أي شيء أزرق لا يمكن أن يكون سيئاً بأي لحظة الآن سيعودون إلى طبيعتهم الشاب شكلها غريب لكنها لذيذة أنت لا تسنفر شكلها غريب لكنها مفيدة أنا أقرح ما هو غريب تناول هوا إلا لا تحلية في أي لحظة الآن؟ دقريباً في أي لحظة؟ إنها لذيذة كسلان أجل لذيذة جداً ليست لذيذة كما كانت في الماضي لن تمانع إذا استرحنا قليلاً بينما تقوموا بالتنظيف لا لا طبعاً لا آه أنا أستسلم آه قد أستيقظ ويكون هذا حلماً مزعجاً ماذا؟ ألا يمكن للسنفوري أن يرتاح؟ ماذا فعل؟ فهمت الآن؟ كانت مجرد خدع لم يكونوا عجزاً فعلاً لكنهم الآن صغار كان ذلك مسانفراً سانفر هذا مجدداً توقفوا الوقت ليس مناسباً للعب لدينا مشاكل كبيرة أنت سانفر عجوز لست مسلئاً هيا يا سانفر لنجد أحداً نلعب معه أرجوك سانفر أرجوك سانفر انتظروا توقفوا عودوا هذه المرة لن أفشلها الهول أنا أحضر تعويذة تجلب السنافر الصغارة إلى أمام بابي هذا عمل دقيق جداً أحتاج إلى الهدوء الكامل لقد أطلف أيا كان من يطرق بابي سوف يدفع الثمن مرحباً أيها السيد هل تريد أن تلعب؟ ألعب معكم طبعاً تفضلوا ادخلوا إلى هنا هذا فضيع لكن مهلاً إن لم يكونوا عجزاً فعلاً فبابا سنفر مسال حياً مرحباً يا سنافر الصغار لقد أط سنافر الصغار ما هذا؟ شيء غريب يجري هنا يا لسنفر شيء غريب جداً يجري هنا أحد السنافر حذر جرعة الشباب قد يكون هذا خطيراً جداً من الأفضل أن أحضر ترياقاً وأبحث عنهم بابا سنفر بابا سنفر لا أترى له في أي مكان النجدة بابا سنفر النجدة سنفور كاسلان ما الذي يجري؟ بابا سنفر حدث أمر فضيع جميع السنافر في منزل شرشبيل في منزل شرشبيل كنت خائفة من هذا أسرعي والطائر حلق بأقصى سرعتك أيها السيد نريد أن نلعب لوبة أخرى أجل المكان أصبح ساخناً هذا لأن وقت العشاء حان عشائي قولوا وداعاً يا سنافري تحولتم إلى عشاء شعي مخفوقنا بالجبن ستصبحون وفي طبق ستوضعون لقد فاد الأوان بابا سنفور ليس باعاً إذا تمكنت من الدخول مع جرعة العمر هذه سنتمكن من إنقاذهم سأحتاج إلى مساعدتك مساعدتي أنا؟ كيف؟ افعل أكثر ما تبرع فيه أسقطوا يجب طهو السنافر لا سماعهم ما هذا؟ سنفور آخر؟ وأكبر من البقية لابد من أن هذا يوم حظي وصلت في الوقت المناسب لتنضم إلينا يا سنفور راقب جيداً السر يكمن في التوابل مهلاً ماذا بين يدي؟ ما الذي يحدث لي؟ انظر إليها الآن أصبحت عجوزاً قبض الأوان وأقرأوا السنافر كم أقرأهم آمل أن تكونوا كلكم خد تعلمتم الدرس نحن أسفون بابا سنفور لن نقوم بالخدعي مجدداً وأنا لن أبقى كسؤولاً في النهاية إذا كنا نريد أن نسنفر على من أفضل يجب أن نسنفره معاً صحيح؟ صحيح هل انتهيت يا رسام؟ لقد تعبت ذراعاي آه أجل ذراعاي أيضاً الحياة هكذا التحفة الفنية لا تنجز بسرعة خذ وقتك رسام أصبح أجمل مع الوقت حسناً أنهيت العمل على تحفة الفنية آه وأخيراً أوه أنا أتشوق لرؤية نفسي آه رائع يا رسام مسنفرة للغاية سأعلقها فوق الموقف ستبدو رائعة لحظة هذا غير معقول ما المشكلة الآن؟ رسمتني سميناً جداً الريشة لا تكذب لو سألتني رأيي أقول إن مغرور على حق في النهاية وبكل موضوعية أجد أن الرسم قد لا يكون أميناً جداً لا تتدخل في هذا يا مفكر آه هذا الفضيع طلاء على وجهي حتى إنه ليس لوني المفضل يجب أن أغتسل على الفور وفيما أنت تغتسل إخسر بعض الوازن آه عجباً لما غضب هكذا؟ إنه مجرد طلاء هذا هو مغرور لابد من أنه أكثر الأشخاص غروراً في العالم كله أرسلت بطلبي أبي؟ نعم بيروينكل يجب أن نتحدث أنا قلق جداً بشأنك لماذا؟ هل شعري سيء؟ آه لا لا تبدين جميلة جداً كالعادة طبعاً أليس كذلك؟ لكنك لا تقومين بأي عمل لماذا لا تكونين مثل الجنيات الأخريات؟ لماذا لا تذهبين وتضعين الزبد على الأزهار الصفراء أو تنشرين بعض الندى؟ صدقاً أبي هل تتخيلني في الحقول؟ سيفسد لي هذا ثوبي أظنك على حق لكن ماذا عسى أن أفعل بك؟ علي أن أذهب وإلا تأخرت عن راحة الجمال إلى اللقاء أوه بيروينكل تلك لابد من أنها أكثر المخلوقات غروراً في العالم كله مسكين أبي نوياه حسن لكنه لا يفهم عباً أن يكون المرء جميلاً للأسف قدري أن أكون كاملة في عالم مليء بالنواقص يجب أن أعكس صورة جميلة كاوسليب أريد الفرشات ها هي سيدتي علي أن أبدو الأجمل أمام مرآتي آي صديقتي الوحيدة أنت لن تكذب علي أبداً يا مرآتي يا مرآتي سأسألك من الأجمل في العالم كله؟ مرحباً كاوسليب ما هذا؟ يبدو لي وكأنه سنفور سيدتي من المفترض أن أكون الأجمل كما أن لونه أزرق نعم لكنه جذاب جداً لن أحتمل هذا ألغي درس البليكاوسليب سنبحث عن ذلك المدعي وحين نجده سأستعمل كل قدراتي لأدمره هيا يا سنافر حان وقت الرياضة الصباحية آه لا أصدق هذا نتكبد كل هذا العناء ليمارس مغرور التمارين صباح الخير يا سنافر صباح الخير مغرور هل أنتم جاهزون؟ أه؟ ابدأوا واحد اثنان واحد اثنان ثلاثة أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة شيء زفير أعلى أسفل أعلى أسفل واحد اثنان ثلاثة أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة واحد اثنان هيا للمسرع الخطة رائع أسرع يا سنافر أسرع ثلاثة اثنان واحد واستريحوا آه كان هذا مصنفرا فعلا شكرا لكم جميعا والآن إلى العدو الصباحي إلى اللقاء لو أنه يسنفر بعيدا عن هنا دعينا ننسى الأمر سيدتي فلنعد إلى المنزل ونتناول فنجانة رحيق ساخنا اسمدي كاوسليب أشعر بأننا اقتربنا وبالطبع أنا لا أخطأ اسمعي يتابع الرياضي التمرينة سعيا وراء الكمال آه ها هو المدعي سنرى من الأجمل حين أتخلص منه ماذا ستفعلين به؟ راقبي يا مسحوق الجنيات العجيب اسحق بغمامة الغريب آه صباح الخير أيتها الفراشة الضمام يخيم فجأة حسنا آه حقل من قشعة الرؤية من جديد انظري إليه إنه يبتعد حسنا سوف نرى الآن بقوة الجنيات وقدرتها لتفتح الأرض ويغرق داخلها يا لك من مغرور مفتون قد يحبك الجميع إلى حد الجنون أوه ذاكا ... ذاكا السنفور واضح أنه علينا أن نتدخل مباشرة أعطيني حبلاً أوه عجباً هي أنت واثقة من أنك لا تبالغين سيدتي؟ إذا اعتبرت أن تحويل ذلك المدعي إلى كرة زرقاء عملاً مبالغاً فيه فأنا أبالغ لا Jahren هلا، هلالد... هاي، أهلا، ماذا? النجدة! من أنتم؟ ماذا تريدان؟ ومن أين لك هذا الثوب المسنفر؟ آه، هذا الثوب القديم لقد صممه لي دعك الآن من ثوبي، أنا الأميرة بيريوينكل الجنية الجميلة، وأنا عفواً، سموك، لكنني أوقعت مرآتي لا تهتم لأمرها لن تحتاج إليها، لن تحتمل رؤية ما سيحصل لك لي أنا؟ يوهو مغرور، يا مغرور، كان عليه أن يعود منذ ساعات يا ويلي، لربما يكون بابا سنفور قد رأى مغرور أعفون بابا سنفور، لكنني قلقة جداً هي لمغرور، وعادني بمساعدتي على طلاء مطبخي، لكن أحداً لم يره منذ ذهب للعدوي صباحاً من الأفضل أن نذهب ونبحث عنه في الحال يوهو مغرور، مغرور هل ترى شيئاً بابا سنفور؟ ليس بعد سنفوراً بابا سنفور، بابا سنفور، انظر ماذا وجدت يا لسنفرة، مرآته مغرور أوه، لابد من أنه في ورطة كبيرة، فهو لا يترك أبداً مرآته في ظل هذه الظروف، أقول إنه تم تسنفرته تماماً أوه لا، مسكين مغرور وما هذا الشيء؟ أعجباً، خبر الجنيات خطط مغرور على يد الجنيات لكن لماذا قد يفعلنا هذا؟ سنذهب لرؤية صديق الملك جولدراد، ربما هو يعرف شيئاً عن الأمر حسناً، ما الذي ننتظره؟ هيا بنا، خذ مفكر، احمل أنتها مرآة مغرور لا أعرف ما الذي يرى مغرور في هذا الشيء في الواقع، لم تبدو مرآة مغرور يوماً أجمل إلى أين تأخذانني؟ إلى معامل الوحل أوه، جيد، لم أهتم بوجهي منذ زمن وجهك؟ عزيزي، سوف تحصل على أكثر من ذلك لم تعجبني طريقة قولها هذا أوه، لا بابا صنفور، لا أعرف شيئاً عن اختفاء مغرور لكن لنسأل ابنة بيري وينكل، ربما تعرف شيئاً مرحباً، بيري وينكل، بيري وينكل هذا غريب، أين هي؟ حسناً، لا يا هوم، سأستخدم مرآتها ليعرف أين هي أيتها المرآت؟ من فضلك يا ريني، أين هي ابنة بيري وينكل الآن؟ آه، إنها في معمل الوحل وماذا تفعلونا في معمل الوحل؟ بالإضافة إلى الاعتناء بالأزهار الصفراء ونشر ندى الصباح، نحن مسؤولون عن صناعة، آما صناعة الوحل ماذا آره؟ وكأنه أحد السنافيرك بابا صنفور يا اللي صانفر، إنه مغرور وهو في ورطة يجب علينا أن ننقذه؟ آم بالتأكيد، بالطبع، هيا ألحقوا بي ساعدوني، هل لا يساعدني أحد؟ رجاءت. أسرخ قدر ما تشاء لا أحد سيسمعك أحضري شموك عسلم هل أنت واثقة سيدتي؟ يبدو كأنه مخلوق لطيف للغاية نفذي الأوامر يا للهول سيدر هذا بلون بشري لن تقلق لهذا الشأن بعد الآن مهلاً ماذا تفعلين؟ أرجوك أرجوك لا تفعلي النجدة النجدة أوه سيدتي ليس المخطئ إن كان وسيماً أوه ماذا فعلت لأستحق هذا؟ أعرف ماذا فعلت صرت جميلاً جداً أوه يا للأسف هذا الوسيم سيسنفر شاباً أتعتقد أنك في ورطة؟ هناك بقعة وحل على ثاوبي إنه أجمل ثوب عندي وقد اتسخ لكنك لن تفهم بالطبع آه بل أفهم حقاً؟ بالطبع أن يسنفر سنفر شاب شيء وأن يتسخ أفضل ثوب عندك بالوحل شيء آخر هذا لم يفهمه أحد من قبل آه نعم إنه لعب أن يكون المرء كاملاً في عالم مليء بالنواقص عجباً أنا قلت شيء نفسه هذا الصباح حوالي العشر مرات في الواقع سيدتي أتعرف نحن نتشافه كثيراً هذا سيدتي لكن انظري أليس هذا رائعاً كاوسليب؟ لقد وجدت أخيراً شخصاً يفهمني أجل يا سيدتي ولكن شخصاً قد أدوه بصديقي اسمع هل غطست يوماً في عسير فكهة الكاكي؟ أجل بالطبع قبل بضعة أيام حسناً جميعاً سنفروا مكانكم بيري وينكل ما الذي تفعلينه؟ مغرور هل أنت بخير؟ نعم بابا صنفور كنا نجري حديثاً مشوّقاً انتبه أرحم سكتبك يا للهول كنت سأطلطخ بالكامل كان هذا قريباً مغرور لحسن الحظ أنك بخير نعم ولم أصب بخدش لا أصدق بيري وينكل كيف تجرأت على فعل هذا؟ نعم أنت لم تتصرفي كسيدة على الإطلاق سيدتي؟ أنا آسفة شعرت بالغيرة منك ألا سمحتني؟ آه طبعاً لو كنت مكانكي لشعرت بالغيرة نفسها آمل أن تكونا كلكما قد تعلنتما درساً من هذه التجربة تذكر أن لا تحكم على كتاب من غلافه لأن الجمال في النهاية يكمن داخل السنفور تذكر دوماً أن الجمال الحقيقي لا نسنفره بالعين بل نسنفره بالقلب بالإضافة إلى ذلك لا أحد كامل حسناً على الرغم من كل المتاعب يبدو أن بيري وينكل قد وجدت صديق العمر أجل هذا ما يبدو ربما صداقة مغرور ستجعل من بيري وينكل جنية فضلة ألا تعتقدون أن علاقتهما ستتحول إلى رومانسية؟ هذا سخيف سنفورة فمن الواضح أنهما لا يفكران إلا في نفسيهما واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة انتبهوا خلفكم حلول مهلاً ما بكم؟ هل تخافون من ظل صغير يا سنافر؟ عرفت أن أخذ على كنني تبعت اللعبة معك يا عاي ما كان هذا الصوت؟ يبدو صوت صديقتنا البومة شكراً لك يا صديقتي لنرى ماذا تحملنا لنا إنها رسالة من الأم الطبيعة علي الذهاب لرؤيتها جئت حالاً ما إن وصلتني رسالتك شكراً لك بابا سنفور أنا أنا بوركتي أيتها الأم الطبيعة رجاءً اعذرني يا بابا سنفور لكنني أشعر بالمرض مؤخراً أرى ذلك؟ غداً من المفترض أن أجعل الأشجارة تزهر لكن لا يمكنني الخروج بسبب هذا الزكام أجل قرار حكيم لكن إذا لم أقم بالآن بغداً فلن تظهر أوراق الشجر هذا الربيع هذا رهيب عادةً لطلبت مساعدة بابا الوقت لكنه يستعد لتحضيرات الاعتدال الربيعي أكره أن أزعجك بابا سنفور كيف أساعدك؟ في هذه القارورة لقاح عجيب للأشجار غداً يجب أن تتسلق على أخصان شجرة البلوط القديمة وتقول أيتها الأخصان اليابسة من جديد تفتحي وأيتها الأوراق برعمي وأزهري بعدها أنظر هذا اللقاح على أعلى الشجرة لكن كن حاذراً قوة هذا اللقاح شديدة جداً وتذكر عليك نثر هذا اللقاح غداً قبل مغيب الشمس سأسنفره إذن غداً في الصباح الباكر أوه أنا شكلة جداً لك وأنا وأنا أوه هذا غير معقول آه بوركتي صباح الخير يا شاطر سأزدي خدمة إلى الأم الطبيعة وسأحتاج إلى المساعدة يساعدني كثيراً مساعدتك بابا سنفور هذا رائع علينا تسلق أعلى شجرة البلوت ونحتاج إلى حبل طويل سيفرح بابا سنفور كثيراً بهذه الهدية أوه لم يعد عندي شريط مهلاً نحظة على الرسالة التي سلمتها البومة إلى بابا سنفور شريط ها هي أوه يا ويلي هذا الشريط مناسب جداً أوه لا تقلق أبداً يا بابا سنفور سأهتم بنفسي بكل شيء خلال فترة غيابك أنا واثق من ذلك يا مفكر بابا سنفور يعتمد كثيراً على مساعدتي حسناً يا شاطر لنسنفر من هنا بابا سنفور هذه الهدية لك إنها مفاجأة شكراً لك يا مازح سأتركها مع مفكر لحين عودتي لكن بابا سنفور أحسن التصرف يا صغاري إلى اللقاء بابا سنفور عجباً تبدو هذه هدية مهمة أنا واثق من أن بابا سنفور لن يمانع لو ألقيت نظرة عليها علي التحدث إلى مازح بشأن تصرفاته الطفولية هذه المتكررة ماذح الأمر ليس صعباً غبي القوات في معصميك عجباً أرأيت الأمر سهل والآن حاول إليك الحطبة سنفرها بكل قوتك حسناً يا قوي سأسنفرها عجباً أعتقد أنني لم أدرك قوايا هذه رائع لا يمكننا الانتظار حتى التعيم هذه الكعكة اللذيذة مرحباً سأتي وسأكويها لك أيضاً أوه شكراً لك خيات سأسنفرها في الحال هل هذه إحدى مسحاتك المعتادة يا مازح؟ لا يليتها كانت لأن منظرك مضحك جداً يوماً ما سيقوم أحد السنافر بمقلب معك وستعرف الشعور الحقيقي للأمر لكن سنفرها أنا لم أوه عجباً ما هذه لابد من أنها من أحد معجبية مهلاً هذه مزعتي أنا شيء غريب يحصل هنا ولست أنا من يفعل ذلك أعلى قليلاً بعد يا شاطر حسناً بابا سنفور هذا جيد والآن ما كلمات هذه التعويضة أتذكرت أيتها الأغصان اليابسة من جديد تفتحي وأيتها الأوراق برعمي وأزهري أوه لا ما المشكلة بابا سنفور؟ الزجاجة فارغة كيف يعقل هذا؟ ربما أفرغها أحد قبل ذهابنا لا أعمل ذلك سنفرني إلى الأسفل يا شاطر إذا لم نجد المسحوق السحرية قبل مغيب الشمس ستحل كارثة والآن بما أنكم كلكم هنا أريد أن أعرف من سرق مسحتي من سرق مسحتي؟ هل أحدى هديك مفقودة؟ لا أريدكم أن تمزحوا معي أريد أن أعرف من سرق مسحتي مسحتي؟ مفكر هل لاحظت شيئا غريبا بشأن مازح؟ في الواقع لطالما اعتقدت أن مزاحه غريب بعض الشيء ليس هذا ما قصدته ألا ترى ذلك؟ ليس له ظل؟ يعرف كل سنفور جيدا من يقوم بكل المسحات في القرية أوه عجبا يا مازح ماذا حصل لذلك؟ قلت ظلي؟ أوه لا أولا سرق مزاحي والآن ظلي كما اختفت إهضاف طائري أعتقد أنني وجدت فطيرتك عقول مهلا هذا ظلي لا تسنفروا في أماكنكم أوقفوه أنا لا أفهم بتاتا ما الذي حصل لهذا اللقاح فالذي يحصل هنا؟ أوه بابا سنفور دبت الحياة في ظل مازح وهو لا يتسبب إلا بالمشاكل دبت الحياة فيه؟ آه، إنه اللقاح العجيب طبعاً تعاليا لنقبض على ذلك الظل قبضت عليه قبضت عليه رجاء يا سنافر الصغار توقفوا توقفوا آه لا هرب ظلي مجددا هذا ليس مضحكا أمدا بابا سنفور تفرقوا وفتشوا في القرية علينا إيجاد هذا الظل قبل مغرب الشمس هل وجدته يا مفكر؟ هل عليك طرح هذا السؤال كل خمس دقائق؟ مفكر أنظر هذا ظل مازح لنقبض عليه أهلا ما الذي؟ توقف عن ذلك آه أغرى يا بابا سنفور يا غبان هل رأيت ظل مازح؟ أنا أكره ظل مازح ربما ذهب من هذه الناحية أكره هذه الناحية ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لقد أغمي عليه أحسنت الصنع يا مازح بسرعة يا سنافري علينا أخذ هذا الظل إلى البلوطة الكبيرة قبل الغروب وإلا حلت كارثة في الغابة أيتها الأغصان اليابسة من جديد تفتحي وأيتها الأوراق برعمي وأزهري الآن نجحنا يا سنافري الصغار لكن ماذا بالنسبة إلى ظلي؟ ها هو يا مازح آه لا لا نعود كما كنت أبدا لا تقلق سنعيده إلى القرية وسأكويه أؤكد لك سيعود جديدا كما كان آه سيحل فصل الربيع قريبا أيتها الأم الطبيعة؟ أرى أنك أفضل بكثير اليوم أوه أفضل بكثير شكرا وأرى أن الربيع سيأتي في موعده وهذا بفضلك شكرا لك بابا سنفور آه ما كان هذا الصوت؟ هذا سنفور خياط يا خيط ظل مازح له ظله؟ لا تقلقين الأمر حصل حادث صغير فقط قام خياط بعمل بارع يا بابا سنفور آه تسعدني عودة الأمور إلى طبيعتها آه وأنا أيضا يا بابا سنفور فررررررررررررررق في الواقع تقريبا إلى طبيعتها أيها الطفل سنفور من المهم أن تتعلم عن كل حيوانات ونباتات الغابة انظر إلى هذه الورقة من الواضح أنها من فصيلة الأوراق دائمة خضرة وانظر هناك حيوانان صغيران من فصيلة السنجاب الأمريكي أجل أيها الطفل لا يوجد أجمل من الطبيعة أيها الطفل إن بإمكانية تعرف على كل فصيلة في الغابة على سبيل المثال هذه هي إيال الخجل ليس لدي فكرة عن نوع هذه الشجرة قد تكون شجرة سانوبر أو سينديان أجل هذا مؤكد إنها شجرة قوية ألا تظن ذلك أيها الطفل أيها الطفل سنفور أين أنت وحش إنه وحش سنفر الطفل سنفور على الفور أيها الوحش أنا جاد أيها الوحش لا أمزح معك أبدا لقد سئمت منك بدأت الآن تثير غضبي لا تقلق أيها الطفل بطلك سنفور مفكر سيخلصك من هذه المشكلة والآن سأسنفرك بواسطة سلاحي السري بابا سنفور بابا سنفور النجدة بابا سنفور بابا سنفور إنه وحش أنا أكره الوحوش هاي ما الأمر يا مفكر أتمنى أن يكون مهما لأنك أيقظ تاني إن الأمر فضيع لقد هاجمنا في الغابة وحش ضخم كان هائلا وشريسا لقد حربته بكل قوتي وحشرته في الزاوية نظرت في عينيه و... مهلا اللحظة أين الطفل سنفور؟ كنت سأصل إلى هذا الجزء حسنا يمكننا أن نقول إن الوحش سنفرة أتعني أنك هربت وتركت الطفل مع الوحش؟ لكن يا قوي كان الوحش كبيرا وشريسا وأنا سنفور مفكر يجب أن تخجل من سنفرتك الوقت ليس مناسبا للجدار يا سنفوري علينا إنقاذ الطفل مساجم أطلق الإنذار هجام بيراميس أيها الكبير الأحمق أين أنت؟ بيراميس بيراميس ها قد وجدتك بيراميس لما تبتعد عنه في كل مرة؟ لقد أخرتنا كثيرا على العرض وقد قاموا بإلغائه أتجرؤ على مجادلتي؟ لا أنجلو كم من مرة علي أن أقول لك عامل الحيوانات برفق وليس بعنف ولكن برباريو كنت عد إلى مخيم السيرك سأعيد بيراميس بنفسي حسنا إذن أنا آسف يا بيراميس أنجلو الشاب وينقصه الكثير ليتعلم هيا لدينا عمل نقوم به أسرع يا سنافر الصغار لا أصدق أنك بهذا الجبن يا مفكر ولكن يا قوي كان للوحش أنياب كبيرة وعينان ثاقبتان وقدمار ضخمتان لا يهمني مدى حجم قدمي الوحش عندما أمسك به سوف أحطمه يا للهول أظنني لم أكن أنظر أين أستنفر هيا سنفر غبي سنفر يا دي بسرعة يا للغرابة يبدو أنها أثر قدم حيوان كبير الحجم لكن بابا سنفر لا يوجد حيوان في الغابة بهذا الحجم إنها أثر قدم الوحش لا تغلق مفكر نحن سنحميك غريب تبدو هذه أثر قدمي الطفل سنفر يا الطفل سنفر أنت بخير يا للسنفرة بابا سنفر بابا سنفر سنفر إلى هذا إنه الوحش هذا ليس وحشا يا مفكر إنه حيوان سيرك بالطبع كنت أعرف أنه حيوان سيرك وأنا كما تعرف خبير في مثل هذه الأشياء لكنه كان كبيرا بابا سنفر ما هو السيرك؟ السيرك هو عرض مليء بالبهلوانيين والمهرجين والحيوانات الموهوبة ما خدم الطفل سنفر؟ يبدو أن الطفل سنفر والفيل تصادقا وتوديع الأصدقاء أمر محزن للغاية أنا أكره الحزن يمكننا أن نقيم سيركا خاصا بنا سيركا خاصا للطفل سنفر آجا هذا سوف يبهج الصغير يا للروعة يبدو هذا ممتعا أنا سأكون مهرج السيرك أكره مهرجي السيرك وأنا سأكون عازف السيرك أكره عازفي السيرك أيضا حسنا يا مزارة سنفرها لقد شيدنا خيمة السيرك رائع رائع يا للروعة لقد أنهيت تخفة الفنية ويا لي من مهرج وسيم سيكون عرض التوازن أجمل ما في العرض آه قوي تبدو مسنفرا جدا وكأنك تمشي على الهواء إنه عمر سهل يا كسلان العمر يستلزم التوازن والقوة والكثير من الشجاعة لا يا خياط هذه القبعة أيضا لم تعجبني كوني قائد السيرك أحتاج إلى قبعة طويلة شيء سيميزني فعلا عن باقي الحاش حسنا يا مفكر لدي قبعة واحدة بعد تفضل هذه قبعة مسطحة أليس كذلك؟ آه هذه هي القبعة التي كنت أبحث عنها والآن لقد انتهيت حسنا يا شاطر ما هذا؟ إنه مدفع يا بابا سنفور صنعته لأجل العرض الأخير في السيرك والآن كل ما علي فعله هو إيجاد سنفور خفيف الوزن لكي أطلقه من المدفع وكيف يعمل؟ هذه القبعة ترفع وتخفض المدفع وهذه الرافعة تحديد القوة استدارة واحدة تساوي 19 مترا ثم تنطلق الرافعة وتنطلق الكرة من المدفع أو يجب أن يكون الكمة أوسع يا خياط وأريد إطالة طية السروال ولا تنسى أن تساوي بين الكمين وهل يمكنك أن تصلح الياقة بحيث تكون؟ حقا بعض السنافر يثور غضبهم من كلمة واحدة ياي آه نجدة آه لا أه لا لم يراوتني هذا الشعور من قبل أظنني أشعر بالغفايان النجدة أنزلوني لا يمكنني أن أنظر سنفروا في الأسفل نا سنفر مفكر عندما أقبد عليك سوف أيها طفل سنفور هذا أول سيرك نخيمه اقتربوا اقتربوا وشاهدوا أكبر جذر في العالم تجمعوا حولي يا سنافر هذه فرصتكم لإغراق غطبان أنا أكره إغراق غطبان صوبوا الكرة وأصيبوا الهدف وستغرقون غطبان أنا سار بيها أنا دور الطفل سنفور أنا أكره الماء والآن يصرني جدا أن أقدم إليكم أجمل وأكثر عروض السرك تشويقا لقد اخترت المؤديين بنفسي ويجب أن أقول لكم أنني سنفور تكير أن يستعبك كما كنت أقول فليبدأ العرض تاليا لدينا لقد قلت تاليا لدينا سنفور كاسلان استيقظ ماذا؟ أدر الضوء الآن آسف يا مفكر تاليا لدينا أكثر العروض تشويقا وجرأة على الإطلاق أنا شخصيا أعتقد ومن دون شك أن سنفور كاسلان استيقظ ها هو السنفو طبيعي مدرب الحيوانات البرية عرضك هو التالي يا قوي ليس بعد يا مفكر ليقدم مازح وغبي عرضهما قبلي أوه حسنا ولكن يستحسن أن تكون جاهزا لا أعرف إن كنت سأجهز يوما أوه لا الآن مجرد النظر إلى الحبل العالي يصيبني بالدوهر والآن لقد قلت والآن استيقظ يا سنفور كاسلان والآن أكثر العروض متعة في برنامج اليوم هذه الفرقة تضحكني بالفعل كما كنت أقول في اليوم سنفور مفكر أعرف أعرف سأسنفر عن التكلم أرجوكم رحبوا بالسنافر المهرجين أتراه الماء بابا سنفور ما الأمر يا قوي؟ هل أستطيع التحدث إليك؟ سأعود بعد الخليل إبقى هنا من الأفضل أن أرفع المدفع لأجل عرض الأخير حسناً هذا يكفي لإطلاق كاسلان القذيفة السنفورية إلى الشبكة سأتفقد الشبكة إن كانت جاهزة قوي؟ ما الخطو؟ أنا أخشى الأماكن المرتفعة بابا سنفور شعرت بالدوار عندما علقت في الشجرة اليوم والآن أشعر بالدوار على الحبل العالي أنا جبان بابا سنفور لا عليك يا قوي الجميع يخاف من شيء ما هذا ليس مدعاة للخجل لكن فيما مضى كنت أمشي على الحبل العالي من دون خوف إذن عليك أن تقرر إن كان سبب خوفك هذا يستحق التراجع وعليك أن تثق بنفسك أنت محق بابا سنفور لا يمكنني أن أتراجع لا أستطيع إفساد سرك الطفل سنفور حسناً سأقدم العرض مسكين قوي أنا آمل أن يكون بخير ليس هذا ما توقعته ولكن يا سيد بهنام هذه إحدى أفضل حيالي بيراميس وأتبع أن تريني أفضل الحيال وعوضاً عن ذلك أحضرت فيلاً غبياً أنا آسف يا سيد بهنام ولكن هل سمعت؟ لقد قال ما عرفته منذ البداية أنت غبي جداً لا لا بيراميس أبعد هذا الوحش أبعده في هذه اللحظة حاضر حاضر سيدي قيد بيراميس بالسلاسل وأرحلا عند حلول الصباح بألا فسأتعمكما لبحوش الضارية أخرجاً أخرجاً والآن يسرني أن أقدم إليكم بهلوان الحبل العالي قوي يجب أن أتفكر ما نصحني به بابا سنفور يجب أن أثق بنفسي أو لا شعرت بالدوار مجدداً كسلان هل شاهدت الطفل سنفور؟ آسف يا بابا سنفور لم أره ظننت أنني تركت الطفل سنفور هنا سنفور قوي شجاع للغاية إنه يكمل العرض وعيناه مغمضتان أو لا ثلاث دورات ستفي للعرض الختمي يجب أن أتأكد من أن المدفع جاهز سنجهز هذا المدفع للعرض السنفوري آجة ستكون مفجأة كبيرة للمشاهز أيها السنافر النجدة هاي حذاري لست واثقا لكنني أظن أنك قوي في ورطة أظنك محقاً مفكر من الأفضل أن تسنفر العرض التالي أطلقوا كرة المدفع السنفورية ما لنا أيها السنافر؟ دعونا نعدي التفكير يا للسنفرة إنه الطفل سنفور عد أيها الطفل سنفور عد إلى هنا يا للسنفر يا للسنفر إنه الفيلو مجددا مالذي يزعجك إنه مجرد سنفور صغير مجرد سنفور صغير الطفل سنفور لنرى الآن لو كان الطفل منطلقا بسرعة مائة كيلومتر في الساعة بزاوية خمسين وأربعين درجة أرجوك أسرى بابا سنفور أين ذهب السنفور الصغير؟ كان الهول هذا ليس مطمئنا بحسب تقديراتي فقد سقط الطفل سنفور في قصر بهنام بسرعة يا سنافري يجب أن ننقذه قبل أن يلدي بهنام صغيرنا الطفل سنفور الطفل سنفور لم أظن أنا مثل هذا الشيء موجود لكن الآن بواسطة سنفور الصغير يمكنني إجراء اختبارات لم أكن بها من قبل وطبعا كل تجربة أكثر شرا وأذية من السابقة بسرعة يا صغاري والزم الهدوء التام بابا سنفور اهدأ أيها الغبي إذا قمت بإزعاج السيدي مجددا فسيطعمنا لتنينه بهدوء يجب ألا ننقذ التغنيب هيا يا سنافري بسرعة اسعد الآن أيها الصغير لن تطول أيامه ماذا سنفعل الآن؟ ما بسنفور لا يوجد سوى طريقة واحدة يجب أن يصل أحد منا إلى ذلك الحبل ثم يجزازه ويتسلق السرية المعلقة عندها يمكنه إنزال نفسه على الحبل والإمسحك بالطفل سنفور أنت السنفور المناسب للمهمة لا أنا أنا لا أعرف إن كنت أستطيعه قوي أنت السنفور الوحيد الذي يستطيع السنفرة على الحبل نعتمد عليه ستنعم قريبا يا عزيزي بحمام ساخن أسرع قوي أسرع تشجع أنت أملنا الوحيد يا قوي ولكن يا بابا سنفور ما زلت لا أعرف إن كنت سنفور قوي أنت خائف ألس كذلك؟ الخوف؟ من أنا؟ الخوف أعطني هذا الحبل ثق بنفسك يا قوي لن أنظر إلى الأسفل أبداً أجل سأحصل على نتائج مذهلة جراء هذه التجربة لن أنظر إلى أو 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 لا أو 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 قف عن إصدار الجلبة أيها الغبي أولا سأحولكم إلى ذهب ثم سأنزل ذلك السنفور الصغير إلى هنا وأخبزه بعد أن أحوله إلى دقيق دقيق ناعم ماذا؟ أوه لا لقد شن الفيل توقف توقف اركض يا سنافري بسرعة النجدة دعني أذهب النجدة حسنا أرى أنه حصل على نتائج مذهلة يالا السنفرة أطفل سنفور أو أوه أيها الفيل أصغي إلي ارفعني إلى ذلك الصغير ألسكت بك أوه لقد كنت رائعا بالفال قوي لا لم يكن هذا صعبا لكنك ارتفعت عاليا أجل هذا صحيح عاليا ولم تشعر بالخوف هيا هيا نسانفر من هنا قبل أن يعود بانام آه مكرث سنفور قوي أعرف تماما بما شعرت بالخوف أنا أيضا انتابني الخوف لكن يأتي وقت في حياة كل سنفور يضطر فيه لمواجهة مخاوفه ودفعها جانبا مهما كانت هذه المخاوف سانفر فمك يا مفكر أنا مصرور لأنك عدت إلى السلك يا بيراميس لقد صرفت أنجلو أستطيع الحصول على مساعد ولكن استبدال فيل مثلك آه لن يكون سهلا أبدا ودان بيراميس يا له من فيل شجاع فعلا أوه لا ليس مجددا هون عليك يا صغير على الرغم من أن صديقك رحل ستتذكره طوال الوقت بابا سنفور ماذا سنفعل الآن؟ سنسنفر ما سنفرناه من قبل سأفنقيم سيركا آخر من أجل طفلنا العزيز سنفور أنا أكره التصفيق لكنني أحب السيرك